اشتركوا في القناة والسنترال ده المهام او الوظائف اللي هو بيقوم بها علشان يقدر يقوم بربط المتصل بالطرف الاخر يعني الطالب بالمطلوب اولا يعني اسنترال السنترال بيقوم بربط او بتحديد الشخص اللي انت بتطلبه الاول يعني انا لما باجي اتصل بحد هو بعد ما بدرب الرقم بيبدأ يحدد الرقم المطلوب ده بعد كده بيربط ما بين الطالب والمطلوب يبقى السنترال بيعمل ايه بيقوم اول حاجة بتحديد الرقم المطلوب او بتحديد الشخص المطلوب بناءا على الرقم اللي انت طلبته بعد كده بيقوم بعملية ربط بين الطالب والمطلوب ده بالنسبة للسنترال السنترال ده في البداية ما كانش زي ما احنا شايفينه دلوقتي ما كانش بالصورة الالكترونية اللي احنا شايفينه حاليا لا هو في الاول كان مراحله كانت بعبارة عن في البداية كان عبارة عن سنترال سنترال يدوي يعني ايه سنترال يدوي السنترال اليدوي يعني كان بيتم عملية الربط ما بين المتصل والشخص الاخر بصورة يدوية يعني عن طريق عامل السويتش زي ما احنا كلنا كنا بنشوف زمان في الافلام القديمة كنا بنشوف لما حد بيتصل بالتليفون بنلاقي عامل السويتش بيقوم بعملية وضع البنات او التوصيل ما بين الايه الاشخاص المتصلة عن طريق اللوحة اللي بيكون موجودة قدام فده بالنسبة للسنترال ايه بالنسبة للسنترال اليدوي بعد كده السنترال اللي هو سنترال العالم ستراوجر السنترال العالم ستراوجر ده كان سنترال قالي استغنى عن ان اللي يقوم بعملية الربط هو الايه عامل السويتش لا ما قالش كده قال ان اللي هيتم الربط بصورة ايه كهروميكانيكية يبقى في العالم ستراوجر كان بيتم الربط بصورة ايه كهروميكانيكية بعد كده عندي سنترال ايه سنترال الكروسبار سنترال الكروسبار حبار عن ايه سنترال كروسبار برضو كان بيتم عملية الربط ما بين المتصل والطرف الآخر بس هيتم بصورة برضو كهروميكانيكية عن طريق حاجة هنعرفها اللي هي ايه القطبان الرأسية والأفقية وهنشوف ازاي كان بيتم عملية الايه الربط دي في الحلقة ان شاء الله بعد كده نتيجة لانه هم اكتشفوا الحاسب فسهلوا علينا في عملية الربط ما بين المتصلين ازاي ان هو بقى فيه عندنا السنترال الالكتروني التماثلي يبقى دي مرحلة جديدة لمرحلة السنترال الالكتروني الايه التماثلي وبعد كده لما بدأوا يعرفوا يحولوا من اشارة تماثلية الى رقمية يبقى عندنا مرحلة جديدة اللي هي السنترال الالكتروني الرقمي يبقى ايه هي مراحل السنترالات اول حاجة السنترال ايه اولاد ايوان انا سمع حد بيقول السنترال اليدوي برافو السنترال اليدوي اللي كان بيتم عملية التحكم عن طريق عامل السويتش بعد كده السنترال ايه سنترال العالم ستراوجر وكان التحكم فيه كهروميكانيكي بعد كده كان مرحلة سنترال الكروسبار وبرضه التحكم فيه كان ايه كان كهروميكانيكي طيب بعد كده السنترارات الالكترونية التماسلية اللي هي ظهرت نتيجة ظهور الـ A نتيجة ظهور الحاسب بعد كده كان عندنا السنترار الـ A الالكتروني الرقمي وده المرحلة الـ A الحالية نتيجة برضو تحويل الإشارة الرقمية إلى A إلى إشارة تماسلية وهنبدأ نشوف إيه الفرق أو إيه نتيجة التطورات دي التقدم اللي حادث فيه عملية الـ A عملية مثلا ان السنترال يستوعب عدد قد ايه من المشتركين ازاي بتكون سرعة السنترال ازاي اتحكم في ان عملية الربط دي تكون بسرعة لان طبعا كان في السنترال اليدوي كان بيعتمد على ايه بيعتمد على اننا مثلا لسه هيتم عملية الربط عن طريق عمل السويتش واننا كمان لسه هقوم بعملية الايه الاتصال هتاخد ايه هتاخد وقت بيعتمد علي في عملية الايه الاتصال ده بالنسبة لمراحل ايه تطور السنترالات بعد كده عندنا ايه يا ولاد عندنا ان السنترال دوت ازاي بيتم عملية الربط نظرية عمل السنترال اول حاجة عندنا ان انا عندي علشان اربط ما بين مشترك ومشترك اخر يبقى هقوم بعملية الربط دي عن طريق ايه عن طريق هحتاج خط ربط يبقى بربط مشترك مع مشترك اخر بحتاج ايه بحتاج خط ربط طيب وبعد كده بعد كده لو انا عايزة اربط ما بين مشترك وما بين مجموعة مشتركين او عدة مشتركين علشان اربط ما بين مشترك وعدة مشتركين هحتاج حاجة اسمها ايه مفتاح متعدد المخارج هحتاج مفتاح متعدد الايه متعدد المخارج خلاص المفتاح المتعدد المخارج دوت انا هقوم بعملية الربط برضو هحتاج خط ايه خط ربط طيب لو انا هحتاج بقى المرحلة اللي بعد كده ان انا اربط مجموعة مشتركين مع مجموعة مشتركين اخرين يبقى مجموعة مع مجموعة يبقى انا برضو هحتاج هنا هو مفتاح متعدد المخارج واحتاج في الطرف التاني مفتاح متعدد الايه متعدد المخارج هيتم الربط ما بينهم هيتم الربط بينهم طبعا عن طريق خط ايه خط ربط طيب لو احنا هنشوف مع بعض الجزء الخاص بالجزئية دي عندنا هنا هو في نظرية عمل السنترالات التليفونية لو انا هربط اهو هنا هو اول حاجة مشترك مع مشترك اخر في هنا خط ايه خط ربط لو انا هربط مشترك مع مجموعة مشتركين احتاج مفتاح متعدد المخارج اللي احنا بنسمي الايه المقاسم هنا هو برضو لازم لخط ربط ده كده خط الربط وهنا المشترك مع مجموعة الايه المشتركين ده اسمه يا اولاد المقاسم يعني ايه يعني مفتاح متعدد المخارج اللي اكتر من مخرجه خلاص طيب بعد كده لو انا هحتاج مجموعة مشتركين مع مجموعة مشتركين هحتاج اتنين مقاسم وهيربط بينهم عن طريق خط ايه عن طريق خط الربط بعد كده ان انا بقى لو انا هزود سعة الشبكة يعني انا هدخل في الشبكة اكتر من اعداد المشتركين الاولانيين هحتاج ايه مش هحتاج مقاسم او اتنين لا هكتر عدد المفاتيح خلاص يبقى انا هحتاج مثلا ان انا يكون عندي اربع ايه اربع مفاتيح او اكتر يبقى انا كده زودت عدد ايه زودت عدد المشتركين خلاص يبقى سعة السنترال بالنسبة للعدد اللي هي هتاخدوا هتكون ايه هتكون كبيرة بعد كده عندنا لو احنا هنا هوت عمل السنترالات ده كده الصورة العامة للايه الصورة العامة للسنترالات خلاص دي كده الصورة العامة لنظام السنترال اللي هو النظام الايه نظام الانتخاب والجزئية دي ممكن يجيلي فيها ايه ارسمي لاني ما فيهاش ايه حاجة تقدر تقولها بعد كده عندنا اشكال مفاتيح الانتخاب انا عندي المفاتيح فيه منها اكتر من شكل اول حاجة عندنا الشكل الايه الدائري ايه هو الشكل الدائري اللي هو بيكون ليه عشر مخارج بالشكل ده ده كده الشكل الايه المفتاح الدائري يبقى ده المفتاح الدائري وبيكون ليه ايه عشر مخارج ده الشكل وعندي ده الرمز التاع المفتاح عارفين احنا في العناصر الالكترونية ان كل حاجة بيكون لها ايه بيكون لها رمز ده رمز المفتاح الدائري بعد كده عندنا المفتاح الإحداثي إيه هو المفتاح الإحداثي؟ المفتاح الإحداثي بيكون عبارة عن قطبان أفقية وقطبان رأسية تعبر عن المداخل وتعبر عن المخارج تقطع القطبان الأفقية والرأسية ديت اللي هي عن طريق الملامسات وهنشوف إزاي لما القطبان الرأسية والأفقية بتتحرك أنا عندي نهوة تقدر الملامسات إن هي إيه تعمل ليه؟ لإن بتحريك القطبان الرأسية والأفقية ديت بيتم عملية الإيه؟ بيتم عملية الإيه؟ الاتصال أو عملية الربط اللي إحنا قلنا عليه يبقى ده بالنسبة لأشكال الإيه؟ المفاتيح يبقى أشكال المفاتيح يا ولاد كام؟ اتنين الدائري مفتاح الدائري اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن عشر إيه؟ نقاط بعد كده عندي المفتاح الإحداثي اللي هو عبارة عن مجموعة من القطبان الأفقية ومجموعة من القطبان الإيه؟ الرأسية القطبان الأفقية مع القطبان الرأسية فيهم عملية إيه؟ التقاطع اللي إحنا شايفينها قدامنا دي خلاص بعد كده التصنيف العام للسنترالات إيه هو التصنيف العام للسنترالات؟ عندنا السنترالات بتصنف إلى نوعين حسب تقنية التحكم واسلوب العمل وحسب توقع استخدام السنترال في شبكات الاتصالات طيب عندي احنا هناخد دلوقتي اللي اتنين احنا هنعرف اللي اتنين هنا هوت كعنوين انما اللي انت هتشرحه والمطلوب منك بالتفصيل اللي هو تقنية التحكم واسلوب العمل طيب نجي نشوف بالنسبة لانواع السنترالات حسب التحكم واسلوب العمل اول حاجة عندنا ان انا عندي السنترالات هتبقى عبارة عن 3 انواع اساسية وكل نوع من الانواع الاساسية بيتضمن نوعين من انواع السنترالات طيب ايه هي الانواع الاساسية عندي السنترالات اليدوية السنترالات الالية السنترالات الالكترونية يبقى انواع السنترالات حسب التحكم واسلوب العمل أول حاجة سنترال يدوي بعد كده السنترال الآلي بعد كده السنترالات الإلكترونية طب نيجي على السنترال اليدوي بالنسبة للسنترالات اليدوية اللي هي كانت عبارة عن البطارية المحلية والبطارية المشتركة وإحنا خدنا في فصل الدراسي الأول اتكلمنا عن البطارية المحلية والبطارية المشتركة بالنسبة أولاد للبطارية المحلية والبطارية المشتركة أما هنيجي نتكلم عليهم هنيعرف أننا لما بشتغل بي الجزئية البطارية المحلية والبطارية المشتركة لازم يكون لكل عدة منهم لكل سنترال منه عدة معينة تمام علشان بتزودنا بحاجات بطيار معين والكلام ده كل الجزء اللي احنا أخدنا قبل كده بعد كده عندنا السنترالات الألية اللي هي سنترال الخطوة خطوة وسنترال الكروسبار أما السنترالات الإلكترونية اللي هي التماسلية والرقمية أولا السنترال اليدوي إيه هو السنترال اليدوي؟ هو السنترال الذي يتم التحكم فيه عن طريق عامل مين؟ عامل السويتش وما ننساش أنه هم كم نوع؟ نوعين البطارية المشتركة والبطارية المحلية خلاص البطارية المشتركة اللي هي اسمها التغذية المركزية يبقى ده بالنسبة لنا اللي هو السنترال اليدوي طب بعد كده عندنا سنترال إيه السنترالات الآلية السنترال الآلي اللي هو السنترالات اللي بتشتغل أو بتقوم بعملية ربط المشتركين بصورة آلية يبقى الربط هيتم بصورة إيه آلية وهي عبارة عن زي ما قلنا سنترالات كهرو ميكانيكية عبارة عن سنترالات كهرو إيه كهرو ميكانيكية وقلنا سنترالات الالية دي بتكون عبارة عن نوعين سنترال خطوة خطوة وسنترال الكروسبار تمام كده طيب نيجي على سنترال الخطوة خطوة سنترال الخطوة خطوة يا ولاد هو زي ما احنا قلنا كهروميكانيكي طالما كهروميكانيكي ايه بقى العناصر الكهروميكانيكية اللي في سنترال الخطوة خطوة العناصر دي تسمى نواخب تسمى بيه يا ولاد تسمى نواخب وهي اللي موضحة في الشكل قدامنا اللي هي دي كده اللي احنا بنقول عليها ايه نواخب خلاص طيب سنترال خطوة خطوة ده اقدر اقوم بعملية ربط كم مشترك في سنترال خطوة خطوة حوالي 1000 مشترك حوالي 1000 ايه 1000 مشترك تمام طيب عندي زي ما احنا قلنا سنترال الخطوة خطوة هو سنترال ايه سنترال قهروميكانيكي يتكون من عدة نواخب طيب ايه هي النواخب دي اول حاجة عندنا الناخب الباحث عن الخط يبقى عندنا بناخب اسمه الناخب الباحث عن الايه عن الخط بعد كده ناخب المجموعة طيب وايه كمان عندنا الناخب النهائي يبقى انا عندي انواع النواخب كام ثلاثة الناخب الباحث عن الخط ناخب المجموعة وبعد كده الناخب النهائي لكل ناخب وظائف معينة بيقوم بها هنتعرف على ايه هي الوظائف الخاصة بكل ناخب اولا عندنا الناخب الباحث عن الخط طيب الناخب الباحث عن الخط ده ياولاد بيعمل ايه عندنا الناخب الباحث عن الخط اول حاجة بيعملها ان هو عبارة عن 10 ملامسات في الاول يعني هو بيتكون من 10 ملامسات زي ما احنا شايفينهم هنا دي كده العشر ايه ملامسات طيب بيعمل ايه بيحدد المشترك الطالب انا هطلب حد حدد المشترك الطالب حددني انا لان انا اللي هقوم بالاتصال يبقى الاول حدد ايه المشترك الطالب بعد كده هيقوم بعملية ايه يحدد لي مكان في الناخب الاخر ايه هو الناخب التاني ده اللي هو ناخب المجموعة يبقى اول حاجة الناخب الباحث عن الخط عبارة عن عشرات ملامسات وبيحدد المشترك الطالب ويوصلوا عن طريق ايه زراع التوصيل هيوصلوا عن طريق زراع التوصيل هيوصلوا بمين يعني هو حددني وهيوصل خط بتاعي عن طريق زراع التوصيل بايه بناخب يسمى ناخب المجموعة تمام كده طيب وايه كمان وهو اللي هيزودنا بنغمة الايه بقى هتزودنا بنغمة الحرارة بعد كده ناخب المجموعة برضو اولاد ناخب المجموعة عبارة عن عشرة ملامسات زي ناخب البحث عن القطر تمام طيب بيعمل ايه بيتحرك تبع لعدد النبضات انا دلوقتي لو انا الرقم اللي انا باتصل به اوله رقم خمسة ايه اللي هيحصل ناخب المجموعة هيتحرك خمس نبضات مشانا لفت التليفون او اخترت رقم خمسة يبقى ناخب المجموعة هيتحرك خمس ايه نبضات اشمعنا خمسة عشان ده اول رقم تمام كده طيب يبقى بيمثل الخانة الاولى عندي اللي هي بتمثل عدد النبضات بتاعت الرقم الايه الاول طيب بعد كده عندنا الناخب النهائي الناخب النهائي كم ملامس الناخب النهائي اولاد عبارة عن ميت ملامس بيحتم وضعهم في عشر صفوف ميت ملامس في عشر ايه صفوف وبيعمل ايه الناخب النهائي ده هيقوم بعملية اه التوصيل او عد النبضات اللي بتخص اخر رقمين يعني لو انا الرقمين الاخرانيين ثلاثة وثمانية هيتحرك ثلاثة ايه ثلاثة خطوات وبعد كده هيتحرك ثمان ايه خطوات ثلاثة رأسي والثمانية هتكون ايه والثمانية هتكون افك نتيجة الحركة اللي هي خاصة بنبضات الاتصال بالنسبة للرقم الاول والتاني والرقمين الاخرانيين ده بالطريقة دي هيتم تحديد ايه هيتم تحديد الشخص اللي انت ايه اتصالت به علشان تتم عملية الرابط يبقى انا عندي دلوقتي عندي كم ناخب ثلاثة نواخب الباحث عن الخط والناخب المجموعة والناخب النهائي طيب الباحث عن الخط كم ملامس عشرة والناخب النهائي ناخب المجموعة برضو ناخب المجموعة عشر ملامسات اما الناخب النهائي بيكون ميت ملامس ميت ايه ملامس بيتم وضعهم في عشر ايه في عشر صفوف تمام كده الجزئية دي كويسة سهلة ما فيهش ايه مشكلة زي ما احنا قلنا ان انا لو انا عندي هتتصل برقم وعندي مثلا الرقم الاول خمسة واخر رقمين اللي هو الثمانية والايه والتسعة اول ما هرفع السماعة ايه اللي هيحصل هيتم عملية الايه ان المشترك هرفع السماعة فهتم تحديدي انا لما رفعت السماعة حصل ايه حصل اني فيه استشعار عرف ان انا رفعت السماعة فاول حاجة هتجيلي الحرارة وابدى انا اول ما هبدأ اقوم بعملية الاتصار والضغط او اختيار الرقم الاول ايه اللي هيحصل ان انا عندي هيتحرك خمس ايه خطوات بناء على الرقم الاول طيب لما تحرك حجاز لمكان فين في ناخب المجموعة تمام كده بعد كده الرقمين الاخرانيين اللي خاصين بالناخب الايه الايه النهائي تمام كده بعد كده بنقول انا عندي ده بالنسبة للسنترال ايه سنترال خلاص اه اه عيوبه ايه السنترال عندنا ده عيوبه ايه خطوة خطوة السنترال ده عيوبه ان جميع مكوناته كهروميكانيكية يبقى سنترال الخطوة خطوة من عيوبه ان مكوناته كهر ايه كهروميكانيكية هي عبارة عن المكونات دي عبارة عن مجموعة من النواخب اللي هي ملامسات يبقى كهروميكانيكية ليه لان هو بيتكون من مجموعة نواخب اللي هو الناخب عندي مجموعة من الملامسات طبعا في السنترالات الخطوة خطوة كانت بطيقة التشغيل وكثيرة الاعطال علشان كده بحتاج طالما السنترال كثير الاعطال هحتاج مهندسين وفنين كتير علشان يقوموا بعملية الايه السيانة والاصلاح طيب من اللي بيتحكم في عملية الاتصال طبعا المشترك الايه الطالب انا لما بطلب انا اللي بتحكم في عملية الايه عملية التوصيل لاني هاخد وقت في الاتصال طالما انا هاخد وقت في الاتصال يبقى انا اخرت في عملية الايه الربط بالنسبة للايه بالنسبة للسنترال يبقى يتحكم المشترك الطالب في تشغيل اجزاء السنترال انا لما ضغطت على رقم واحد او نفت رقم الاولاني انا اتحكمت ان السنترال يبدأ ايه يشتغل او لا استنت شوية بعد كده اخترت الرقم التالي يبقى انا اهلت حكمت في فترة الايه في فترة الايه الاتصال او فترة تشغيل اجزاء السنترال ياولاد تمام كده ده عندنا بالنسبة لعيوب سنترال الخطوة خطوة طب عندي بعد كده السنترال التاني في السنترالات الالية اللي هو سنترال ايه سنترال الكروسبار ايه هو سنترال الكروسبار اللي هو عبارة عن مجموعة من الكطبان الرأسية والايه والافقية كطبان متقطعة في شكل رأسي وايه وافقي بيتم تشغيل السكتبان دي عن طريق مجموعة من الايه الرليهات خلاص بتنقسم السنترالات دي الى مجموعة من المراحل طيب لو انا عايزة اعرف ايه هي مكونات سنترال الكروسبار انا عندي مكونات سنترال كروسبار تلاتة اللي هي اول حاجة وحدة خط المشترك وحدة شبكة التوصيل زي ما احنا شايفين ادي وحدة خط المشترك وحدة شبكة التوصيل وحدة التحكم المركزية تاني هي مكونات سنترال كروسبار ها اول حاجة وحدة خط المشترك اللي احنا شايفينها هنا تاني حاجة شبكة التوصيل وبعد كده وحدة التحكم الايه المركزية طيب وحدة خط المشترك اللي بيحصل بقى في وحدة خط المشترك اول ما المشترك الطالب يعني انا باتصل دلوقتي بحد فاروح ترفع السماعة اول ما انا رفعت السماعة هو استشعر بايه برفع لي السماعة فاول حاجة على طول راح هيبع هيبعت لي الحرارة اول حاجة يتم توصيلها بالايه بالحرارة خلاص يبقى لما برفع السماعة هيستشعر بذلك فترسل الى وحدة التحكم المركزية اللي هتزود المشترك بالايه بالحرارة يبقى مين اللي بعتلي الحرارة اللي بعتلي الحرارة عندي وحدة التحكم المركزية بعتتها عن طريق ايه عن طريق وحدة المشترك ايه عندي خلاص كده ده اول حاجة طب بعد كده وحدة شبكة التوصيل طب وحدة شبكة التوصيل زي ما احنا اتفقنا هي عبارة عن مجموعة من الملامسات مجموعة ايه ملامسات الملامسات دي على شكل مصفوفة. تكون على شكل مصفوفة. ليه ملامسات على شكل مصفوفة؟ لان انا عندي قطبان افقية ورأسية هتتحرك اللي هيتحكم في حركة القطبان الرأسية والافقية عندي هو ايه؟ الملفات المغناطسية الملفات المغناطسية هتحرك القطبان الافقية والرأسية فتعمل الايه? عندي هتبدأ تقفل الملامسات يعني انا حركت اتحرك الاضيب مثلا القضيب الافقي رقم وليكن اتنين وتحرك القاضي بالرأس رقم مثلا اربعة طب اتنين مع اربعة اللي حصل هيبقى انا عندي الاتنين تحركوا هيبقى فيه ملمس تم ايه اغلاقه الناتج من تقاطع القاضيب الافكي مع الرأس من اللي حرك القطبان اللي حرك القطبان او اللي اتحكم في حركة القطبان هي الملفات المغناطيسية نتيجة حركة القطبان اللي بتحركها الملفات هتبدأ تقوم بعملية الغلق الملامسات هتبدأت ايه تتم غلقها خلاص انا كده عرفت الايه الرقم اللي هتقوم بعملية الاتصال بعد كده وحدة التحكم المركزية وحدة التحكم المركزية دي بنسمي الوحدة دي بتعمل ايه بتستقبل النبضات اول حاجة بتقوم بعملية استقبال النبضات النبضات الخاصة بالرقم اللي احنا اتصلنا به طب لما استقبلتها قامت بعملية التخزين يبقى اول حاجة استقبال النبضات ثم تخزينها طيب لما خزنتها علشان يتم عملية تشغيل المغناطسيات تشغيل الايه المغناطسيات الرأسية والافقية علشان بعد كده يتم عملية الايه عمل الملامسات او الجزء الخاص بغلق الملامسات خلاص وتزل الوحدة ديت ايه بعد كده جميع النغمات النغمات اللي احنا عارفينها اللي اتكلمنا عنها في الفصل الدراسي الاول تمام كده ده بالنسبة للسنترالات الالية خلاص يبقى احنا عندنا مهم جدا انا عندي السنترالات الالية نوعين سنترال ايه سنترال خطوة خطوة وسنترال الكروسبار ودي سنترالات يجي يقولي يعلل سنترالات الالية هي سنترالات كهروميكانيكية ليه هي سنترالات كهروميكانيكية لانها تتكون من مجموعة نواخب عبارة عن مجموعة من الملامسات السنترال عندي نهوت بيتم عن طريق ايه بالنسبة للكروسبار بيتم عن طريق حركة الايه الكتبان الافقية والايه والرأسية التي يتم من خلالها غلق الملامسات غلق الايه الملامسات مشاولات بعد كده عندنا المرحلة اللي جاية او النوع الجديد اللي هو السنترالات الالكترونية طب السنترالات الالكترونية زي ما احنا قلنا دول نوعين اللي هو السنترال الالكتروني التماسلي وبعد كده السنترال الالكتروني الايه الرقمي طبعا بالنسبة للسنترالات الالكترونية تتميز تميز رهيب عن سنترالات الايه سواء الالية او اليدوية ليه لان بيتم التحكم في جميع اجزاءها عن طريق الحاسب لان جزء السنترالات الالكترونية كل الحاجة فيها تشتغل عن طريق الايه عن طريق الحاسب وطبعا السنترالات يا ولاد الالكترونية بتكون ساعة احتواءها للمشتركين اكتر وعملية سرعة فيه عملية الايه؟ الربط والاتصال الحاسب بقى هنا هيقوم بعملية الربط فهيتكون فيه ايه؟ فيه سرعة مش الشخص المتصل هو اللي هيتحكم في تشغيل اجزاء السنترال لا ده هنا اللي بيقوم بعملية التحكم فيه تشغيل جميع اجزاء السنترال اللي هو الايه؟ اللي هو الحاسب طبعا زي ما قلنا زي ما يزبه الايه؟ بالسرعة والدقة غير السنترالات الخاصة باليدوية لان كان ممكن السنترالات اليدوية ممكن يحصل تسنط على او تجسس على المكالمات سهولة تسريبها طبعا انما السنترالات الالكترونية بتكون ايه؟ افضل لان الحاسب هو اللي هيقوم بعملية الايه؟ الاتصال وكمان عن طريق الحاسب هو اللي هيقوم بعملية تحديد عدد المكالمات اللي بيتم حسابها علشان تبدأت ايه؟ تحاسب عليه خلاص نيجي ناخد النوع الاول من او مميزات السنترالات الالكترونية الاول بنقول جميع خطوات اجراء المكالمات بتكون السيطرة فيها عن طريق الحاسب يبقى التحكم كامل عن طريق اجهزة الايه؟ اجهزة الحاسب طبعا عندنا السنترالات دي بتقدم خدمات متميزة في عمليات الصيانة والتشغيل طبعا السيانة والتشغيل كله بالحاسب فدي عملية ايه؟ خدمة متميزة طبعا السنترالات كمان بساعتها للارقام هتكون كبيرة هياخد ساعة عالية من الايه؟ من ارقام المشتركين تكلفتها بيكون اقل وحجم السنترال كمان بيكون اقل لان عندي بيكون بالحاسب درجة الوسوقية والمرونة في الاستخدام هتكون عالية ده او ده الجزء الايه؟ الجزء الخاص بمميزات السنترالات تمام؟ ده بالنسبة للسنترالات الالكترونية في العموم بقى ده مميزات السنترالات الايه؟ الالكترونية طيب ايه اساس السنترالات الالكترونية؟ اتفقنا وقلنا ان اساس السنترالات الالكترونية ان يتم التحكم في جميع اجزاء السنترال بالحاسب ويتم الربط برضو عن طريق مين؟ عن طريق الحاسب هو الحاسب هو اللي هيقوم بعملية الربط واختيار المسار وتحديده لإيه؟ لإتمام عملية المحادثة التليفونية عندي السنترال هيكون عندي السنترال الإلكتروني فيه 3 مراحل بس سنترالات الإلكترونية بتتكون من 3 مراحل طيب نيجي نشوف المرحلة الأولى المرحلة الأولى دي بتخص المشتركين ودوائرهم وخطوط الربط يبقى هي خاصة بالمشتركين وخاصة بدوائر المشتركين وخاصة بعملية الإيه؟ بعملية الربط ده بالنسبة للمرحلة الأولى طب وإيه كمان؟ إيه هي الوظائف اللي هتقوم بها هذه المرحلة؟ أول حاجة هتغزي خطوط المشتركين بالطائر المستمر وهتستقبل وترسل المعلومات وكمان هتلاحظ خطوط المشتركين يبقى أنا عندي وظيفة المرحلة الأولى 3 تغزية خطوط المشتركين بالطيار المستمر المشترك عايز الطيار المستمر من اللي هعملوه؟ في المرحلة الايه؟ ده خاص بمهام المرحلة الأولى استقبال وإرسال المعلومات الرقمية والإشارات التوصيل وملاحظة خطوط المشتركين طب عندي بعد كده المرحلة التانية اللي هي مرحلة الربط بين جميع دوائر استنترال عند استنترال بيكون في مجموعة من الدوائر هيتم الربط بينهم ازاي؟ عن طريق المرحلة الايه؟ التانية بتعمل ايه بقى؟ بتوفر المسارات المطلوبة لمراحل استنترال وبتوائم بين سرعة المرحلة الاولى وسرعة المرحلة التالتة هي عاملة زي المرحلة التانية دي أولاد عاملة زي مرحلة وسيط علشان تقوم بعملية موائمة وربط ما بين الاولى والايه والتالتة تمام كده؟ نيجي على المرحلة التالتة ايه هي المرحلة التالتة؟ هي المرحلة اللي بتنفذ كل عمليات السنترال بتحتوى على الحاسب الرئيسي أو الحاسب المركزي بالنسبة للسنترال ده بيكون في المرحلة الـ и التالتة وبتخزن بيانات المشتركين تقوم بتخزين بيانات الـ i المشتركين يبقى المراحل عندنا 3 مراحل مرحلة منهم بتختص بربط بين المشتركين مرحلة بتختص بعملية المواقة ومرحلة بتكون خاصة بدوائر الـ i المشتركين خلاص والأجزاء الخاصة بالمراحل بعد كده عندنا تصنيف السنترالات الالكترونية زي ما اتفقنا ان احنا سنترالات الالكترونية تصنفها نوعين تماثلي ورقمي اول حاجة لو احنا اتكلمنا عن سنترالات الالكترونية تماثلية بتتكون شبكة السنترالات الالكترونية التماثلية بتكون برضو على شكل ايه مصفوفة خلاص تكون على شكل ايه ولاد على شكل مصفوفة بتعمل على نقل الاشارة التماثلية لان انا عندي هنا في السنترال ده بتكون الاشارة تماثلية ودي المكونات الأساسية لسنترال الإلكتروني التماسلي ده عندي لو جالي رسم يقولي ارسم المكونات الأساسية أو مخطط يعبر عن المكونات الأساسية للسنترال الإلكتروني التماسلي سهل في عملية الرسم عندي هنا الأربع بلوكات دولت وهنا كمان أربع وفي الداخل عندي هناك بيكون فيه أتنين الجزء الأولان دائرة المشترك عندي بعد كده أول حاجة عندي اللي هي دائرة المشترك طب دائرة المشترك دي بتعمل إيه أول حاجة في دائرة المشترك بتوصل خطوط المشتركين إلى لوحات إلكترونية أنا عند المشتركين لازم يتم توصلهم باللوحات الإلكترونية علشان يتم كمان عملية إيه استقبال والإرسال يبقى بتستقبل وترسل إشارات الكلام تتحسس وضع سماعة التليفون يعني عن طريق دائرة المشترك دي بالسنترونية هيعرف أنت رفعت السماعة ولا لا تحول الإشارة التماسلية إلى إشارة رقمية وترسلها إلى شبكة التوصيل يبقى دائرة المشترك بتوصل خطوط المشتركين وبترسل وتستقبل إشارات التنبيه خلاص وكمان بتتحسس وضع السماعة علشان أول ما تتحسس وضع السماعة لما بيتم رفع السماعة يتم بعدها على طول إيه؟ إرسال الحرارة للشخص اللي قام برفع السماعة بعد كده عندنا شبكة التوصيل إيه هي شبكة التوصيل؟ شبكة التوصيل دي بتقوم بتنفيذ عملية توصيل المشتركين وبتتكون زي ما احنا شايفين قدامنا من عدد من الملامسات اللي هي مصفوفة في شكل ملامسات خلاص وفيه هنا هو المداخل وكمان المخارج شكل مصفوفة طبعا طلعا مصفوفة يبقى لازم يكون فيها مداخل وإيه؟ ومخارج بيتم عملية الربط ما بينهم إزاي لو احنا عندنا هنا هو الخط رقم واحد في الدخل لو أنا هربطه بالخط رقم خمسة الخارج اللي هيحصل عندي من اللي هيعمل اللي هو إيه؟ الملامس إيه؟ الملامسته اتنين تمام كده؟ لو أنا عندي الملامس اتنين أو المدخل التاني مع المدخل الرابع هنلاقي الملامس هنا دوت هو اللي إيه؟ اللي ابتدى يقوم بعملية الإيه؟ الربط اللي هو ته أربعة تمام كده؟ عندي بيتتكون شبكهات التوصيل أنا أقدر يكون عندي عدد طبعا إحنا عارفين هي عدد من الملامسات الملامسات دي ممكن تكون عبارة عن إيه؟ ممكن تكون عبارة عن ريلي أو ترانزيستور يبقى الملامسات دي ممكن تكون يا إما ريلي أو ترانزيستور الملازم السايد ممكن تكون عددها أربعة في أربعة أو عندي ممكن تكون تمانية في تمانية أو ستاشر في إيه؟ ستاشر في ستاشر تمام كده؟ بعد كده لو أنا عايزة زود سعة السنترال طبعا لو أنا هزود سعة السنترال هستخدم عدد من المصففات وبعد المراحل للمصففات دي هيتم بينهم إيه؟ عملية ربط أو عملية التوصيل طبعا هيتم توصيلهم بوصلات داخلية ده بالنسبة لي لو أنا عايزة أزود سعة السنترال يبقى لزيادة سعة السنترال بنستخدم عدد من المصففات خلاص يعني مراحل من المصففات وبيتم الربط أو التوصيل ما بينهم بوصلات داخلية بيسمى النوع ده في شبكات التوصيل بيسمى بإيه؟ الشبكات التماسلية زاتة تقسيم الحيز الشبكات التماسلية زاتة تقسيم الإيه؟ الحيز تمام؟ عندنا الوحدة الجديدة في السنترال الإلكتروني التماسلية اللي هي وحدة التحكم الوسيطة طيب وحدة التحكم الوسيطة دي بتعمل إيه أولاد؟ بتقوم بعملية موائمة بتوائم ما بين إيه؟ بتوائم أنا عندي إحنا بنقول إن في عندي شبكة توصيل خلاص ووحدة معالجة مركزية شبكة التوصيل ووحدة المعالجة المركزية دولة فيهم حاجة جهدها عالي وحاجة جهدها منخفض فعلشان يتم عملية الموائمة ما بين شبكة التوصيل ووحدة المعالجة المركزية بتتم عن طريق وحدة التحكم الوسيطة كمان أنا عندي شبكة التوصيل والحاسب السرعات ما بينهما هتكون إيه؟ هتكون مختلف لتوائم ما بين السرعة أو جعل السرعات متناسبة من اللي هيقوم بالعملية دي؟ وحدة التحكم الوسيطة يبقى وحدة التحكم الوسيطة هي المسؤولة عن عمل إيه؟ موائمة ما بين شبكة التوصيل ووحدة المعالجة المركزية اللي هي طبعا معروف وحدة معالجة مركزية يعني الحاسب تمام؟ يبقى أنت أول ما هتفتكر كلمة موائمة هتعرف أنها بتوائم بين إيه؟ فرق الجهد فرق جهد التشغيل وكمان بتوائم ما بين السرعة فرق جهد التشغيل وما بين إيه؟ أولاد السرعة ثاني وحدة إيه؟ التحكم الوسيطة هي مهمها؟ بتقوم بعملية موائمة بتوائم إيه؟ أنا عندي شبكة التوصيل ووحدة التحكم المركزية فيه فرق جهد في التشغيل حاجة عالية وحاجة جهداء من قفل هتعمل موائمة ما بين إيه؟ الجهد العالي والجهد المنخفض بالنسبة للإتنين طب وإيه كمان؟ هتقوم بعملية موائمة لشبكة التوصيل والحاسب إيه الموائمة ما بين إيه؟ فيه عملية السرعة في عملية إيه؟ السرعة عشان ما يبقاش حاجة سرعتها عالية وحاجة سرعتها إيه؟ سرعتها منخفضة خلاص؟ ده بالنسبة لوحدة التحكم الإيه؟ الوسيطة بعد كده وحدة الفاحص وحدة الفحص دي عاملة زي ايه اولاد دي بتقوم بعمليات المرأبة بترائب ايه بترائب حالة الدوائر اسمها فحص بترائب حالة الدوائر بتاعة المشترك خلص علشان مثلا التليفون بتاعه مشغول او الحرارة مش وصلة له او غير مشغول وهكذا يبقى دي عملية الفحص دي اللي هي بتقوم بعملية ايه مرأبة حالة دايرة المشترك خلص كمان بتستقبل اشارات الترقيم وبتزود وحدة المعالجة المركزية بالمعلومات اللي هتتخزن في الزاكرة انا عارفين ان وحدة المعالجة المركزية هيبقى فيها معلومات هتتخزن فين في زاكرة الفحص عندي بعد كده وحدة التحكم في شبكة التوصيل وحدة التحكم في شبكة التوصيل مهمتها ايه دي مهمتها ترجمة التعليمات يعني ايه ترجمة التعليمات انا عندي فيه تعليمات بتكون اللي هي المعلومات التعليمات اللي من وحدة الايه المعالجة المركزية ليه علشان اعرف من خلال التعليمات دي هو احنا هنقوم باخلاء المصار بتاع الكلام ولا مصار الكلام هيبقى مشغول او فيه عملية عمل يبقى دي اللي هيقوم بعملية ترجمة التعليمات دي من وحدة التحكم في شبكة التوصيل خلي بالكم عندي فيه وحدتين كده ايه هنا وحدتين تحكم وهنا كمان فيه وحدة التحكم تاني الله ايه وحدات التحكم الكتيرة دي مش احنا قلنا ان انا عندي جهاز دوت او سنترال ده سنترال الكتروني تماثلي يعني فيه حاسب يبقى فيه عمليات ايه تحكم كتير علشان وحدة المعالجة المركزية اللي بيكون موجودة فيه طيب وحدة التحكم في المرحلات المرحل اللي هو الرلي خلاص مهمتها ايه بتشغل او بتقوم بعملية اقاف المرحلات خلاص طبعا الاقاف يا ولاد الاقاف او التشغيل ده منين ده بناء على تعليمات وحدة المعالجة الايه المركزية بناء على التعليمات اللي جيال من وحدة المعالجة المركزية عندي بعد كده وحدة المعالجة المركزية طبعا بتشتمل على ايه بتشتمل على اجهزة حاسب خلاص بتكون اجهزة الحاسب دي مخصصة في مجال الاتصالات بتتحكم عن طريق ايه البرامج لان انا عارفة ان وحدة المعالجة المركزية لازم يكون فيها ايه فيها مجموعة البرامج بتخزن فيها مجموعة برامج اللي هتقوم بعملية التحكم خلاص وكمان عندي بتبعت لي الايه الاوامر بتقوم باعمال التشغيل والمرأبة وارسال اشارات الايه الانذار للعملين في حالة حدوث اعطال يعني لو فيه عطل بنعرف عن طريق وحدة الايه المعالجة خلاص ولو في عطل بيتم ارسال رسالة مكتوبة للمشترك خلاص ايه كمان بتقوم بعملية تحديث كراءة عدادات المكلمات يعني ايه تحديث كراءات عدادات الايه المكلمات يعني انا علشان اعرف انا التليفون عندي اه مثلا رحت ادفع الفاتورة فقال لي المكلمات عندك كذا فالفاتورة سي مثلا اه رقم معين طيب انا خلاص دفعت الفاتورة هاجي هبدأ من المرة الجديدة هتحدث بقى مش هتضف لي وحدة المعالجة المركزية مش هتضف لي المكلمات اللي فاتت لا هي عملت ايه تحديث بالنسبة للعداد اللي بيعدلك المكلمات هتبدأ عد من ايه من جديد تمام ده اللي هو يعني ايه عداد مكلمات بعد كده عندنا وحدات الادخال والاخراج وحدات الادخال والاخراج بتعمل ايه بتخلي تمكن العامل من تشغيل وصيانة السنترال بتمكنه من تشغيل وصيانة الايه السنترال عن طريق طبعا استخدام الاوامر اللي على الشاشة خلاص عندنا وحدة الشريط المغناطيسي بصوا لدينا وحدة الشريط المغناطيسي احنا اتفقنا وقلنا ان فيه برامج تشغيلها تكون موجودة خلاص وفيه عداد مكلمات لا طب ما احنا لسه قيلينه في المرحلة السابقة اللي قابل دي لا ما انا عندك اين هو فيه عداد مكلمات اللي هي الموجودة العادية وفيه عداد مكلمات للمكلمات الدولية والمكلمات المحلية يعني لو انا كنت باستخدم تليفون الارض عادي وانا في نفس المحافظة عادي انا بتصل بجارتي بتصل دي لها عدد معين اللي هي طريقة معينة اما لو انا بتصل دولي بيكون لها حسابة تانية وليها عد بطريقة معينة مين بقى اللي خاص بيه الدولي والمحلي اللي هي وحدة الشريط الايه وحدة الشريط المغناطيسي هي اللي بتصدر المطالبة المالية اللي هي الفواتير المستحقة للمشتركين خلاص كده عندنا وحدة الاشارة والترقيم بتعمل ايه وحدة الاشارة والترقيم مهمتها بتستقبل اشارات الترقيم اللي هيرسلها المشتركين خلاص طب وفي بعض السنترالات بتزود وحدة المشتركين بنغمات ايه الحرارة خلاص ونغمات الجرس الرجعي في بعض السنترالات الوحدة دي بيكون لها عمل اضافي خلاص يبقى هي عملها الاساسي استقبال اشارة الترقيم طيب وايه كمان في بعض السنترالات مهمتها ان هي بتقوم بعملية ايه بعملية رسال الايه او تزويد المشتركين بالنغمات اللي هي زي نغمة الحرارة نغمة الايه نغمة الجرس الايه الرجعي عندنا بعد كده دوائر اتصال السنترال دوائر اتصال السنترالات هي عبارة عن دوائر ربط بتعمل ربط سنترال مع سنترال اخر ده بالنسبة لدوائر اتصال السنترالات بدوائر اتصال للسنترالات مهمتها ربط ربط ما بين ايه؟ ما بين السنترالات ما هممكن يكون انا عندي في سنترال طبعا بيكون في سنترال رئيسي ومجموعة من السنترالات الاخرى وممكن يكون في مجموعة من السنترالات الفرعية انا محتاجة اربط ما بين سنترال وما بين سنترالات ايه؟ سنترالات فرعية او سنترالات الداخلية بعض زي اللي بيكون في بعض الايه؟ بعض الشركات وبعد البنوك والكلام ده تمام بعد كده عندنا النوع التاني في السنترالات الالكترونية اللي هو السنترالات الالكترونية الرقمية السنترالات الالكترونية الرقمية طبعا ظهرت مع ظهور تحويل الاشارة من اشارة تماثلية الى اشارة رقمية وده التطور اللي حادث فيه السنترالات الالكترونية نفسها خلاص دي بتشبه طبعا السنترالات التماثلية خلاص لان دي كان تماثلي يا ولاد او رقمي اللي اتنين بالحاسب الفرق في عملية ال ايه في عملية ال ايه الاشارة لان انا عندي نوات السنترالات دي السنترالات اشارتها ايه اشارتها رقمية طبعا ليه سموها السنترالات رقمية لان هي عندي السنترالات دي النبضات عندي نبضات صنائية اللي هي معبر عنها بالصفل والواحد احنا عارفين ان الاشارات الرقمية اللي هي زيرو وواحد تمام كده عندنا اكتر السنترالات الالكترونية استخدام اللي هي سنترال الالماني الرقمي اي دابليو اس دي والسنترال الامريكي الرقمي 5 ESS تمام كده ده بالنسبة للايه السنترالات الالكترونية الاكثر استخداما عندي طيب بتقوم وحدة المعالجة المركزية طبعا بتتحكم في عمل شبكة التوصيل الرقمي انا عندي هنا هوت الشبكة بتدعط التوصيلها شبكة ايه شبكة رقمية تمام وطبعا بتعيد ترتيب العينات حسب الاوامر انا عندي فيه مجموعة من الاوامر اللي هي هتجيلي هي هتقوم بعملية ايه ترتيب للعينات اه تتميز السنترالات الرقمية عن السنترالات الايه التماسولية طيب بايه احنا عندنا هنا هوت ساعة السنترالات الرقمية بتكون اكبر من السنترال التماسولي يعني ايه ساعة اكبر يعني بتاخد حيز او منطقة جغرافية اكتر وتقدر تستوعب عدد من المشتركين بصورة ايه بصورة اكبر تمام واقدر ان انا يكون عندي اه اركب سنترال رئيسي في مكان وسنترال فرعي يشمل اجزاء ايه اجزاء اخرى كمان من مميزاتها ان هي قدرتها على تمرير حركة تليفونية ايه عالية بعد كده عندنا بتنقل المعلومات بصورة اسرع وبصورة عالية صغر حجم السنترالات الرقمية سهولة صيانتها انخفاض مستوى الضجيج الصادر عنها طبعا احنا عارفين ان الاشارة الرقمية او عموما يا جماعة بالنسبة لاي حاجة بتعمل بالحاسب بيكون مستوى الضجيج عندي منخفض مستوى الضجيج بيكون ايه بيكون منخفض خلاص بعد كده عندنا الشبكة الخارجية للسنترال ايه هي الشبكة الخارجية للسنترال الشبكة الخارجية للسنترال اللي هي عبارة عن مجموعة الكابلات اللي هيتم عن طريقها الايه عمليات الرب خلاص انا هربط ما بين المشتركين بايه هربط ما بينهم بمجموعة من الكابلات تمام طيب مجموعة الكوابل دي بتكون زي أنواع عندنا هنا هوت هنشوف عندي إيه هي الكوابل اللي بتشملها الشبكة دي عندي أول حاجة عندنا اللي هي فريمات التوزيع إيه هي فريمات التوزيع فريمات التوزيع يا ولاد دي اللي هي عبارة عن الفريمات اللي لما حد بيحتاج خدمة متميزة بيستخدمها يعني إيه خدمة متميزة يعني لو أنا عندي بنك عندي شركة كبيرة عندي أي مبنى ضخم محتاج مجموعة من الاستخدامات أو التوصيلات الخاصة به زي مثلا أنا ممكن أعمل فيه سنترال داخلي خلاص فأنا هستخدم مين هستخدم فريمات التوزيع طب خطوط الفريم بتتحطي إزاي أول حاجة عندي الخطوط الرئيسية اللي جاية من السنترال خلاص الخطوط الرئيسية دي بيتم إيه بيتم ربطها طيب بيتم ربطها بإيه ربطها ببلوك وبتعتبر يبقى أنا عندي الخطوط الرئيسية اللي جاية هربطها ببلوك وبتعتبر دي ما تخلي الفريم تمام كده طب والجهة التانية بيكون برضو عندي فيه عملية ربط عن طريق البلوكات بس دي بتعتبر ايه مخرج الفرين طيب المداخل والمخاري هيتم الربط ما بينهم بايه هيتم الربط ما بينهم او توصلهم عن طريق ايه عن طريق الجنبر تمام كده انا عندي الخطوط الرئاسية اللي جاي من السنترال بتربط او بيتم ربطها على احد البلوكات وده بيت زي ما قلنا مدخل الفرين الخطوط الخاصة بالشبكة الداخلية للمبنى يعني المبنى هو هعمله فيه شبكة داخلية اللي جاي منه ده هيبقى ايه مخرج للايه مخرج للفرين خلاص وسواء في المداخل او المخارج انا بربط ما بينهم عن طريق ايه عن طريق بلوكات تمام طب المداخل والمخارج المداخل والمخارج دي انا هربط بينهم عن طريق ايه هربط ما بينهم عن طريق جنبر تمام كده بعد كده هنيجي إن شاء الله نكمل حلقتنا في الأسبوع المقبل وهنبدأ نتكلم عن إيه هي غرف التفتيش وإزاي بيتم إنشاء غرف التفتيش والملاحظات المفروض نعملها في غرف التفتيش علشان يتم عمليات سيانة للكابلات والأجزاء الخاصة اللي ممكن تتلف تمام كده بشرحنا للجزء الكبير الخاص بالسنترالات تكون حلقتني معاكم انتهت بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته